أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى. أي من بعض الأرقام الهامة؟ طيب بمناسبة الأول نتكلم مع مباراة الأهلي وسروميكا. لو هنجيب النادي الأهلي نستعيد تاني بقى. نحن رجعنا المحليات تاني. نستعرض برضو نفكر الناس بعرقامنا وأن برضو أن النادي الأهلي محلياً ماشي بالشكل الجاي. تلات مباريات تلات انتصارات العلامة الكاملة. تسع أهداف سجلنا تسع أهداف من الـ expected goals اللي احنا دائماً نتكلم فيها. أو الأهداف المتوقعة عنك تمانية أنت جايب تسع. ده معناه أن أنت بتسجل من الفرص حتى اللي هي الفرص الصعبة. أنت بتجيب منها أهداف. دي حاجة كويسة استقبلنا هدفين من الإحصائية بتاعت الأهداف المتوقعة. استقبالها خمسة فده برضو مرضو الدفاعي. الغريب هي إحصائية متعارضة جداً مع اللي حصل في الدول الأفريقي. نحن الدول الأفريقي كان حاجة مختلفة تماماً في الدول الأفريقي. حتى ما كنت في الستوديو مع كابتن إسلام مع كابتن أيمن شوئي والكباتن. يعني أنا حتى أنا بعرض الأرقام بتاعت مارشة عيسل ده. قلت لهم إحنا يعني أنا مستطيع الأولاني. الأولاني ما قدرتش أجملها. لا ما فهاش تجميلها أرقام لا تجذب ولا تتجمل. حتى المباراة الثانية أنت كان عندك فرص كتيرة ومش قدرت تستغلها. التوفيق غايب عنه. نهاردة عندك نسبة المحاولات الصحيحة 15. دي نسبة برضو دايدة في ثلاث مباراية. هي دي أيمن. يعني أنا برضو حتة محاولات الصحيحة دي 15 من 41. عايزة تزيد شوية. طبعاً لأنك تروح كثير عن العجون بس ما بتحطش من الثلاث خشبات. هي دي النقطة أسلام. صح. يعني 41. نسبة 15. لا دي نادمش اللي لازم تزيد. 45 في الناي 40. من 40 ل 45 في الناي. النسبة بتاعتها المعقولة بتاعتنا بتاعت النادي الأهلي. وحتى هي نسبة كبيرة في الدوري. لما نيجي لأرقام الدوري مقارنة بعدد المباراية اللي لعبناها. يعني التمرات الطولية. عاملين النسبة بتاعتها 42 في المية صح. ودي برضو في التمرات الطولية بتاعتها نسبة كويسة. يعني في النسبة دي. بالزبط. أقل إنها موجودة عندك. ألا يعني أصد إنها في العموم ما بتوصل. يعني مش كل الأندية بتوصل 50 في المية دي. ما بتنحدش بيوصلها أصلاً يا. عدة تأيمن برضو دقة العرضيات. آه العرضيات. دي 10 من 48 ودي برضو. راح تزيزينين. وليلة بالزبط. نحن بنتكلم برضو الحاجات الإيجابية. جداً جداً. طبعاً. فبردو العرضيات دي مهمة جداً جداً. لازلت أموتقانة أكتر. من تقصو أن أنت كمان المهاجم عندك. مفترض تستغل. لو طويل القمع. لو دي أصلاً قوة. للتحام الهوائي الناجح ده 19 لإعتراض الكرة الانترسابشن. 19 من حاجة. لا يعني 19 دي نسبة دي بنتكلم أن بص. خطة 19 للتحام الهوائي الناجح. بص. الكرة التانية أنا دايماً بحطها نسبة. آآ آآ كويس. لا لا كويس. لأن إحنا بناخدها من الفوز بالكرة اللي هي 258 فوز بالكرة منهم الكرة التانية بتستعدها 185. الآن. التسعتاشر دي بتتكمل. آآ 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 آآ. فكر إذا ما إحنا قلنا على 42 دي ناغور إذا ما تتبقى لأن 45 دي هتلقام الـ 285. فأنت بتقعد تجمعه. بالظبط كده. الخسارة الكرة عندك تحت ضغط. إنت خسرت الكرة في 3 متشات 90 مرة. منها تحت ضغط 64. برضو كان نسبة على توتل 3 متشات. مش حاجة سيئة. لو هننتقل سريعاً لأرقام سيراميكا بالنسبة أن هو منافس النادي للمباراة القادمة كنتائج سيراميكا نتائج الأرقام ما تعبرش عن نتائج يعني دي أرقام فريق من المفترض نتائج أفضل من كده النهاردة بنتكلمهم خسروا مباراتين تعادلوا مباراة وكذبوا مباراتين سجلوا 8 أهداف من أهداف متوقعة 12 هدف لكن في 8 أهداف دول بقى في حاجة ملحوظة 7 أهداف منهم في الشوت الأول هم في الشوت الثاني جايبين هدف واحد في الربع الأخير يعني هم طول الشوت الثاني حتى لو بيستحوزوا على الكرة وده الهدف دفتح فيلمت زعتقت بالضبط لكن هم بتتكلم يعني دي حاجة إجابية لو بتتكلم ان هم في الشوت الأول بيركزوا وبيسجلوا لكن هم في الشوت الثاني بعيد فده رقم دي ملحوظة من الأرقام بتاعتهم استقبلوا أربع أهداف دقة التمريب بتاعتهم على فكرة كان في الدوري نسبة كبيرة جيدة يعني هم موجودين من الخمسة أو الستة أفضل فرق بتعمل تمراته ولكن برضو كنتائج ده بيعناها أن هم بيستحوزوا بيمرروا كويس ولكن عندهم مشكلة في أن هم ما بيكسبوش بالضبط كده المحاولات هنا دي بقى الكابتن محمد حشيش تكلم فيها لو هم في الخمس مباريات النسبة بتاعتهم عالية جدا في الدوري يعني هم النهار ده تاني أكتر فريق في الدوري عامل محاولات صحيحة على المرمى لكن برضو لو ما هنيجي نترجمها كنتائج ما استفدوش ما استفدوش بيها والتاني لايك كرة تانية فرقة بتستعيد الكرة التانية بشكل كويس والأهداف اللي سجلوها دايما بيستعيدوا الكرة التانية وعملوا عدد من التمرات تصفر علىها تديك انطبعا الاستحواز بتاعه بالضبط كده انه برضو عندهم لعيبة على مستوى عالي بتقدر تاخد الكرة التانية وتعمل استحواز تعمل الزبط كده فدي مهمة القندوسي طبعا الراجل اللعيب بتاعنا اللي هو معار ودي حاجة كويسة وانا دي حاجة ممكن اشيد يعني هو هيلعبنا هنركز معاه ولكن انا اشيد بقرار الجهاز الفني لما فكر نطلع قندوسي طلعو لسراميكا ليه لان هم طلعوه لنادي هم عارفين ان النادي ده مع المدرب ده في القدرات بتاعتها تطاوه ايمن انه كان فيه يعني اجتماعات حصلت ما بين كولر وبين قندوسي لإقناعه بالبقاء في مصر في احدى ده لانه فعلا كان العبود بالجال عشان الناس